هنقش كل أبعاد هذا الملف مع ضفنا اللي بينضم لينا عبر كاميرا أكستر نيوز دكتور علي عبد المحسن مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي صباح الخير على حضرتك يا فندم صباح فولي يا فندم عسياتك وسادة مشاهدين في البداية فندم كلمنا عن أهمية الاستثمارات اللي ضختها الدولة أو المحاور اللي بتعمل عليها الدولة في استثماراتها اللي ضختها في قطاع الزراعة في الفترة الأخيرة ودورها في الطفرة اللي حصلت خلال السنين الأخيرة خاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وما يترتب عليها من تدعيات طبعا في البداية منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السياسي أمور البلاد وهو معطي أهمية كبيرة لموضوع الأمن الغذائي باعتباره أمن قومي وطبعا فيه توجهات لكل الوزرات يبقى فيه تنسيق ما بين الوزرات المختلفة لتحقيق الأمن الغذائي وطبعا احنا عارفين الأمن الغذائي له أربعة أبعاد اللي هو توفير الغذاء واستدامة الغذاء وكودة المواطنين على الحصول على الغذاء وسلامة الغذاء طبعا العنصر الرئيسي اللي هو تحت الغذاء وتوفير الغذاء لأستاذ المواطنين ده اللي بيكون به بشكل كبيل يعني قطاع الزراعة والإصلاح الأراضي وطبعا فيه استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة حتى 2030 تم إعدادها تحت رعاية معالي وزير الزراعة والإصلاح الأراضي الأستاذ السيد القصير أحد الأهداف الرئاسية لهذه الاستراتيجية هو تحقيق الأمن الغذائي في جمهورية مصر العربية وده بيتم تحقيقه سواء من خلال التنمية الرئاسية عن طريق زيادة الانتاجية الفدانية أو التوسع الأفقي من خلال استصلاح والاستصلاح الأراضي جديدة لو جينا بصينا على سبيل المثال للتنمية الرئاسية نحن مع الوزير الزراعة والاستصلاح الأراضي الأستاذ السيد القصير مدي أهمية كبيرة للبحوث الزراعية لما لها منظور كبير في زيادة الانتاجية والإنتاج الزراعي سواء فيما يتعلق بإنتاج الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية والتي تتحمل تغيرات المناخية ودرجات الملوحة ويتم توفير تقاوم بتاع هذه الأصناف للسادة المزرعين في الجامعات الزراعية في الأماكن القريبة منهم أيضا بيتم الاهتمام بالممارسات الزراعية الجيدة سواء فيما يتعلق بتحسين الأراضي الزراعية من خلال تسوية الأرض بالليزر أو الحرس تحت الطربة طب يا فندي ممكن ننتقل وكلم حضرتك عن الدور اللي بيلعبه يمكن معهد الاقتصاد الزراعي في هذه المسيرة مسيرة يمكن التطوير وزيادة كمان الانتاج الزراعي أيها تمام بواقع سيادتك احنا كلنا في تكامل ما بين أجهزة الوزارة بشكل كبير فإحنا كمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي بنقوم بتقدير الاستهلاك والإنتاج المحلي قد إيه ونشوف الفجوة حجمات إيه وزي نغطيها سواء عن طريق زيادة الإنتاج الزراعي هنا في مصر أو عن طريق توسع في إنتاج محاصيل زاد قيمة عالية ويتم تصديرها الخارج ويتم استرادة بهذه الحصيلة مع سلع زراعية فيها عجزة هنا في جمهورية مصر عربية فده يعتبر يعني أحد الأدوار اللي بيقوم بيها معهد بحوث الاقتصاد الزراع لو جينا سيادتك برضك في أن تعلق بقى بالترمية الأفقية إحنا عندنا مشروعات استصلاح أراضي كبيرة في الوقت الراهم ما يتم العمل فيه في الوقت الحالي حوالي أكتر من أربعة مليون فدان بيتم يعني بتعادل ما تم استصلاحه في الستين سنة الأخيرة وهذه المشروعات متوزعة على جميع مناطق الجمهورية فهنا عندنا مشروع المليون ونصف المليون فدان عندنا مشروع الدلتة الجديدة عندنا مشروع تنمية شمال وجنوب سعيناء عندنا تنمية الوادي الجديد تشكى الخير كل هذه المشروعات هدفها الأساسي وتحقيق الأمن الغذائي وفيه توجه يبقى توسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية في هذه الأراضي زي الأمح والزورة وفول الصوية وعباد الشمس وفول البلدي المحاصيل اللي فيها عجز في الإنتاج المحلي طب يا فانتم المعهد بيهدف لمتابعة المتغيرات الاقتصادية سواء المحلية أو العالمية وانعكستها على الزراعة المصرية لو حضرتك تكلمنا عن أبرز الأبحاث اللي قمتم بها خلال الفترة السابقة لتحقيق هذا الهدف أو لتدعيم هذا الهدف طبعاً إحنا كمعهد بحوث اقتصاد الزراعي تحت رئاسة مركز البحوث الزراعية وكلناها طبعاً تحت مظلة وزارة الزراع وستصلاح الأراضي برعاية معالي الوزير وستسيد القصير كلنا بنا ندور في اتجاه واحد وإحنا كمعهد رصادنا التطورات الأخيرة بتاعة الحرب بين روسيا وأوكرانيا وعملنا تقرير في هذا الاتجاه وشوفنا يعني أثر هذه الحرب على الأمن الغذاء في جمهورية مصر العربية وبشكل رئيسي على محصول القمح والدراسات التي عملناها تحت رعاية معالي الوزير وتوجهاته أصفرت أن الولدات بتاعاتنا متركزة في عدد محدود من الدول دكتور علي الحوار مازال مستمر أرجو من خضرتك أن تبقى معي إلى أن نذهب لهذا العرض المعلوماتي الخاص بالإنتاج الزراعي أو القطاع الزراعي ونعود مرة أخرى ونستكمل هذا الحوار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ثاني نتكلم مع حضرتك يا فندم عن هذه النقاط الخاصة في ملف الأمن الغذائي والخطوات التي تتم في مجال الزراعة في مصر لاحتواء هذا الملف لو حضرتك تكلمنا عن آليات التواصل التي يعتمد عليها المعهد في تقديم توصياته لصناع القرار في القضايا المختلفة التي تمس القطاع الزراعي ما هي؟ طبعا فيه علاقة مباشرة ما بين معان الوزير ففيه قنوات مباشرة اتصال مباشر وفيه اجتماعات مكسفة في الفترة الأخيرة تحت رعاية معان الوزير وعاوز بس اوضح لسيادتك كتوجه لوزارة الزراعة ان احنا بنشجع التوسع في زراعة المحصيل الرئيسية وده تم هذا العام يعني عشان نشجع التوسع في زراعة محصول القمح لأول مرة في التاريخ يتم الاعلان عن سعر الضمان لمحصول القمح قبل ما عاد الزراعة بوقت كافي وده انعكس على زيادة المساحة المزروعة من محصول القمح هذا العام المساحة هذا العام تخطط 3.8 مليون فدان وان شاء الله متوقع انها تنتج حوالي 10 مليون طن من القمح وايضا في ضوء المتغيرات العالمية ونتيجة ازمة الحرب من روسيا واوكرانيا فتم بتوجهات لئاسية ان احنا ندي علاوة للسادر المزرعين مرة اخرى فتم رفع سعر التوليد لمحصول القمح لاكبر سعر يتم الحصول عليه في التاريخ لحوالي 885 جنيه للارداب وهو يعادل ما يحصل عليه المزارع الامريكي في الولايات المتحدة الامريكية بالاضافة ان وزارة الزراعة والصلاح الاراضي بتوفر مسزمات الانتاج للسادر المزرعين باسعار تقل كثيرا عن مسئلاتها في الاسواق العالمية سيادتك لك انت تخيلي ان احنا بندي المزارعين الحصة اللازمة من الاسمدة اشتقرب حوالي 240 جنيه سعر العالمي قرب على 900 جنيه فبندل المزارع الامح حوالي 3 شكائر يعني اكتر من حوالي 2500 جنيه لكل مزارع لمحصول الامح يمكن حضرتك يا دكتور وهذه المنازمة طبعا احنا بنهيب بالسادر المزارعي يمكن حضرتك كنت قبل هذا العرض المعلوماتي بتتكلم عن نقطة يمكن لم تكملها وهي تتعلق بالابحاث العلمية اللي بيقوم بها المعهد يعني اكيد المعهد بيواكب او بيراقب طول الوقت التطورات او التقنيات الحديثة في هذا المجال واللي بيحصل يمكن والمتغيرات اللي طرأة على هذا المجال الزراعي يمكن حضرتك كنت لسا بتكمل هذه النقطة الخاصة بالابحاث اللي بيقوم بها المعهد في هذا الامر زي ما قلت سيادتك احنا ايضا بنعمل دراسات اللي هي تتناولت كيفية زيادة كيمات المعراضة من محصول القامح الى الدولة واصفرت الدراسات بتاعتنا ان احنا نتوسع في المنافذ استرام محصول القامح وان احنا نقدم التسيرات للسادر المزارعين بحيث ونعمل لهم توعية بحيث الحكومة تحصل على اكبر قدر ممكن من انتاج القامح هذا العام ونهيب بالسادر المزارعين في هذا التوقيت الهام ان احنا نورد اكبر كمية من محصول القامح الى الحكومة ان احنا الحكومة هتاخد المحصول القامح من السادر المزارعين هتكون بعملية غسله وطحنه وعملية الخبيز له واعادته للسادر المواطنين على مستوى الجمهورية في صورة اخرى فبنهيب بالسادر المواطنين والمزارعين ان احنا نسارع في توليد اكبر كمية ممكنة من انتاج القامح الى الدولة لطبع احنا عارفين ان في ازمة عالمية ولازم كنا نتكاتف ونورد اكبر كمية من الدولة بحيث ان الدولة بحيث ان احنا نوفر لغيف الخبز للسادر المواطنين اللي هو الخبز المدعم طيب زيادة المخزون الاستراتيجي من بعض السلع الاساسية لأكتر من 12 شهر من خلال توسع في انشاء مستودعات استراتيجية عملاقة مطبقة طبعا للمعايير الدولية ايه الابعاد الخاصة بهذه النقطة فاند؟ طبعا هذه المخزون الاستراتيجي حامى جمهورية مصر العربية من الازمات العالمية سواء ازمة كورونا او الازمة الحالية بالدائرة بين روسيا واوكرانيا لم تتعرض البلاد لاي نقص في اي سلعة غزائية لكن نتيجة ان عندنا مخزون استراتيجي كافي فالحمد الله السلع متوفرة وتكفي حوالي عمزة مساتك قلتي احنا فيما تعلق في محصول قامحة كمحصول رئيسي عندنا مخزون استراتيجي يكفي حوالي اربعة شهور ومحصول القامحة تم حصاده يعني من غدا من بدات ابريل ان شاء الله تعالى بإذن الله ومتوقع يبقى فيه حوالي عشرة مليون طن داخل جمهورية مصر العربية فاحنا عندنا الوضع امن فيما تعلق جمهورية مصر العربية حتى اخر جمهورية مصر حتى اخر العام فيما تعلق بمحصول القامح والسلع الاستراتيجية الرئيسية وده نتيجة فيه عندنا ساعات تخزينية كبيرة وتم تطوير الصوامع وتحدثها وتم انشاء صوامع جديدة وده تساهمت في عدة اتجاهات الاتجاه الاول ان احنا ما عندنا ساعات تخزينية كبيرة الاتجاه التاني ان احنا خفضنا الفاقد اللي كان بيتم في التخزين سواء كلها من الخزن في الشوان الطرابية وما شبه هذلك فهذه الساعات التخزينية حمت البلاد من المتغيرات العالمية في الفترة الاخيرة دي طبعا نقطة مهمة جدا يا دكتور ومستهدف ان احنا نزول هذه الساعات في الفترة القادمة ان شاء الله ولكن خليني انتقل مع حضرتك لنقطة اخرى تتعلق بالجمعيات التعاونية الزراعية يمكن في كافة قرى المحافظات هل رفع كفاءة هذه الجمعيات يمكن ساهم بشكل كبير جدا في تفعيل دورها الحقيقي وكمان فكرة خدمة القطاع الزراعي خدمة المزارعين او دعم المزارعين بشكل اكبر طبعا زي ما ساتك قلت طبعا الجمعيات التعاونية الزراعية منتشرة في جميع الكرة في جمهورية مصرع عربية وهي تعتبر الازرع بتاعة وزارة الزراعة واصلاح الاراضي من حيث توفير مستزمات انتاج للسادر المزارعين سواء انت كانت او جيدة او اسمدة بالحصص باسعار مدعمة فيما تعلق ايضا بتوصيل الالشادات للسادر المزارعين والتوصيات الحديثة اللي تؤدي الى زيادة الانتاجة والانتاجية وايضا بيتم من خلال هذه الجماعيات ان احنا نستقبل المشكلات اللي بتقابل السادر المزارعين وبنوجهها لمؤسسة البحث العلم الزراعي سواء كمركز محصة الزراعية وبيتم التغلب على هذه المشكلات وتوصيل الحلول للسادر المزارعين مرة اخرى ايضا بيتم استخدام الجماعات التعاونية الزراعية في يعني توعية السادر المزارعين باهمية تحديث نظم الراي الحقلي في الوقت الحالي احنا عندنا توجه في الدولة ان احنا نحاول الاراضي الزراعية بجمعها من نظم الراي بالغامر الى نظم الراي الحديث وده يتم من خلال التنسيق مع الجماعيات التعاونية الزراعية والمنوك ذات العلاقة ومشروع تطوير رايا الحقلي في وزارة الزراع وصلاح الاراضي وبنهيب ايضا بالسادر المزارعين ان هم يعني يتوجهوا لهذا المشروع ويكونوا بتحديث نظم الراي لهم وخاصة ان الدولة موفرة وقرود لهذا المشروع بدون فايدة ويتم ساداتها على عشر سنوات ولما هذا المشروع من دور كبير في زيادة الانتاجية الزراعية وتحسين دخول السادر المزارعين وتنشيد مياه الراي من ناحية اخرى بحيث يتم استغرامها في استصلاح والزراع اراضي جديدة ايضا في دور كبير الجمعات الزراعية بتقوم به هو تسويق المحاصيل الزراعية وخاصة محصول القمح بالتنسيق مع هيئة السلع التامونية في جمعات الزراعية بتقوم بدور كبير في التنسيق مع هيئة السلع التامونية بحيث بحيث ان احنا نستيق المقام من سادر المزارعين ونهجر مجهود رائع الحقيقة في هذه المرحلة الفارقة من الاقتصاد العالمي شكرا جزيلا دكتور علي عبد المحسن المدير معهد البحوث الاقتصاد الزراعي شكرا جزيلا لحضرتك